اشتركوا في القناة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية الجيبوتي الشقيقة السيدات والسادة إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر وهي الزيارة التي تأتي استمرارا للتواصل والتنصيق المستمر بيننا على مختلف الأطلاق السنائية والإقليمية ومتابعة لنتائج مشاورتنا الأخوية التي تمت خلال زيارتي التي أعتز بها كثيرا إلى جبوتي في شهر مايو من العام الماضي وهو التواصل الذي يؤكد على ما يجمع بلدينا من إعلاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعادة مدومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها وتعزيزها خاصة وأن أوجه التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة قد شهدت خطوات نوعية مهمة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها لقد اتسمت محادثات اليوم مع أخي فخامة رئيس جيلة بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب جهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين بلدين خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدين وفي هذا الإطار تبعنا خلال المشاورات التقدم المحرص في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدين واتفقنا على أهمية تعامل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة وأكدنا على ضرورة الدافع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني وتبعنا الجهود الرمية إلى تسير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاء عبر نشر قيم الإسلام الوسطية من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين وعلى رأسها الأزهر الشريف كما أعدت التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في دعمها لأشقائها في جيبوتي والعمل على توفير التدريب وبناء القدرات والكوادر في مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية على جانب آخر فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل للاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمن مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقرارات مجلس الأمن كما تناولنا الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر والتي حزيت بأولية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم في ضوء ما تحتويه من بؤر توطر من الواجب احتواؤها فضلا عن العمل على ترشيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من قارتنا إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والجبوتي فيما يتصل بأمن البحر الأحمر وعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن سيارة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي الحيوي من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية وأخيرا فقد تبحثنا حول سبل استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022 وحرصنا على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول قارتنا في هذا المجال أخي فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة أعرب لكم مجدداً عن امتناني لتشريفكم الكريم وتقديري لمباحثتنا البناءة اليوم التي أكدت حرصنا المتبادل على دفع التعاون السناء بين بلدينا تحقيقاً لمصالحنا المشتركة متمنياً لكم ولشعب الجبوتي الشقيق مزيداً من التقدم والاستقرار شكراً تفضل فخامة الرئيس شكراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لما أحلم دواعي سعادتي البارقة أن نتواجد اليوم في قاهرة المعز وأود أن أشكر فخامتكم على حفاوة الاستقبال التي حضينا بها منذ أن وطأت أقدامنا أرض الكنانة وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة المعهودة عن بلدكم العزيز وشعبكم الكريم أخي فخامة الرئيس إن تواجد اليوم هنا وسط أشقاء في مصر بعد شهور من زيارتكم التاريخية لبلدكم الثاني جبوتي يعكس ما يجمع بين بلدين الشقيقين من روابط آخوية متبنية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة كما يتدرج في إطار الحرس المشترك والإرادة السياسية القوية المتبادلة للارتقاء بأوجه التحاون الثنائي ودفعه نحو آفاق أرحب وأشمل فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لقد جريت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات بناءة ومثمر حيث تناولنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستوية كافة كما تبادلنا الرؤية ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك قد اتفقنا على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية والسياحية والأمنية والتغافية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين الشقيقين وعلى الصعيد الإقليمي أكدنا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميتين والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والتخفيض والتحقيق التكامل ولا يفوتني في سياق الدور القيادية لجمهورية مصر العربية الشقيقة أن أجدد التبركات لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم والذي يعكس التقدير العالمي لجهودها في الحفاظ على البيئة ودورها في مواجهة آثار التغير المناخي محليا وعالميا ونؤكد ثقتنا التامة بقدور مصر وحنكة قيادتها الكريمة لإنجاح القمة المنتظرة أخي فخامة الرئيس أود في الختام أن أقتنم هذه المناسبة العزيزة لأعبر مجدداً عن سروري بتواجدي هنا اليوم وسط الأشقاء بأرض الكنانة ولأجدد في الوقت ذات شكره شكري على الحفاوة البالغة التي لقيتها من لدن فخامتكم متطلعاً إلى المزيد من التعاون الوثيق بين البلدين في الفترة المقبلة بما يلبي تطلعات شعبين الشقيقين وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر